طبعا انا اعتذر سوتي بعض الوقت البث المباشر بس بطلب من احد اولياء الامور طلب المؤبث حاليا يريد فقط يتعلم الجمع الذهني يعلم ولادة طريقة الجمع الذهني شون تكون مثلا ادنى هذا المثال اربعة واربع زائد خمسة وعشرين الجمع الذهني شون رح يكون الجمع الذهني اربعة واربعين زائد خمسة وعشرين ادي اول شي اخذ الاحد مع الاحد يعني الاربعة مع الخمسة اش اقول اقول اربعة زائد خمسة جديد يساوي لي تسعة طبعا الموضوع اسمه الجمع الذهني الجمع الذهني اول شي اخذ الاربع زائد خمسة من ثم اخذ العشرات مع العشرات اربعة زائد خمسة قلنا تسعة ثم شو اقول اقول اربعين زائد عشرين ويساوي لي ستين ثم اكتب جملة جملة الجمع شن هي جملة الجمع تسعة زائد ستين يعني احلل العدد بالطريقة التحليلية اكتب جملة الجمع بالطريقة التحليلية تسعة زائد ستين والساوي لي تسعة وستين اذا اربعة واربعين زائد خمسة وعشرين بالجمع الذهني بهاي الطريقة نجمع يطلع لنا تسعة وستين الناتج تسعة وستين اطلعكم مثال لخ مية واثنين وثلاثين اهمشي كتابة رمز العدد زائد ثلاثمية شون اجمع بطريقة الجمع الذهني مية واثنين وثلاثين زائد ثلاثمية اجمع الآحد مع الآحد والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات يعني شلون اول شي اقول اثنين زائد صفر يساوي لي اثنين من ثم اش اقول تلاثين زائد صفر يساوي لي تلاثين وبعدين اقول مية زائد ثلاثمية ساوي لي اربعمية من ثم اكتب جملة الجمع تساوي احلل العدد او اكتب العدد بالطريقة التحليلية اثنين زائد ثلاثين زائد اربعمية ويساوي اربعمية Dinner وثلاثين اربعمية وثلاثين اربعمية وثلاثين اثنين زائد صفر زائد صفر ثنين ثلاثة زائد صفر ثلاثة ولأربعة تنزل اربعمية وثلاثين ارانatro خطوات عطي مثال آخر ميتين وعشرة ميتين وعشرة زائد خمسمية وواحد رجاء كتابة رمز العدد أن يكون بشكل صحيح وقراءته أيضا مثل ما أقرأ كتبه ميتين وعشرة زائد خمسمية وواحد ميتين وعشرة زائد خمسمية وواحد أخذ الآحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات من ثم المئات مع المئات يعني شا أقول أقول صفر زائد واحد يساوي لي واحد من ثم أقول عشرة زائد صفر يساوي لي عشرة من ثم أقول ميتين زائد خمسمية يساوي لي سبعمية أكتب جملة الجمع أحلل العدد أو أكتبها بالصورة التحليلية واحد زائد عشرة زائد سبعمية ويساوي واحدة عشر سبعمية واحدة عشر هذا هو الجمع الذهن أطي مثال خف أحد ما قدر يعني يلاحق على الشرح رح أطي مثال لغ ثمانمية واثنين وثلاثين ثمانمية واثنين وثلاثين زائد خمسة وثلاثين الآحات مع الآحات العشرات مع العشرات والمئات إن وجدت أجمعها مع المئات قدي ثنين زائد خمسة شغل يساوي لي مية زائد خمسة سبعة مثل ما أخذ العشرات ما قل ثلاثة قل ثلاثين زائد ثلاثين يساوي لي ستين الثمانية صار ثمانمية للمئات ثمانمية زائد الصفر اللي ما كويها عدد فتنزل ثمانمية زين هس ش راح أسوي راح أكتب جملة الجمع شن هي جملة الجمع يعني أحلل العدد أكتبه بالصورة التحليلية سابعة زائد ستين زائد ثمانمية ويساوي ثمانمية وسبعة وستين ثمانمية وسبعة وستين هذا عندنا موضوع الجمع الذهني أرجع وقول لحد يقول خب أنا أجمع هيد شي عادي لأي عادي هذا جمع العادي لكن جمع الذهني لازم هاي الخطوات الطرح الذهني شلون مثلا عندي هذا جمع الذهني هسا نجو على الطرح الذهني أيضا نطلبه مع اللي ما أنا شارحته بس راح أعيده الطرح الذهني مثلا عندي ستة وثلاثين ناقص ثمانتعشر أول شي قبل ما أبدأ أحل الطرح الذهني لازم أعلم الطالب كيفية أو مكونات العشرة شن هي أو خلي نقول العشرة من جاية أبسط للطالب نوصلها جاية من صفر زائد عشرة وجاية من واحد زائد تسعة هاي كل هتا طيني عشرة ومن اثنين زائد ثمانية ومن ثلاثة زائد سبعة ومن أربعة زائد ستة يطيني عشرة ومن خمسة زائد خمسة أيضا يطيني عشرة إذن هاي العشرة احنا من جاية كتبنا إحنا إذا حفظنا هاي مكونات العشرة أو العشرة من جاية أو من أين أكونوا عشرة راح أقدر شنو أو حقائق العشرة من جاية شراح السورة حعرف أحد أول شيء أنا أباوع على أحد العدد الثاني مو العدد الأول أحد العدد الثاني عدي ثماني أباوع بمكونات العشرة من جاية الثمانية والعفوية من جامعة وتطيني عشرة ويثمين فاش أسوي أقول ستة وثلاثين العدد الأول هذا زائد ثنين والثمنتعش أيضا زائد ثنين راح للعدد الثاني راح أسوي عشرة كاملة ثمنتعش زائد ثنين جلد راح أصير عشرين ستة وثلاثين سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين هسا أقوم بعملية الطرح ثمانية ناقص صفر ثمانية وثلاثة ناقص ثنين واحد إذن ستة وثلاثين ناقص ثمنتعش بطيني ثمنتعش هسا تقولون خب إحنا نسويها بطريقة إعادة التسمية لا كل طريقة إلها طريقة إعادة التسمية واحد وطرح الذهني واحد وما أقبل يعني كل بعض يقولون إن الداين لا مون الداين عندنا اسمها إعادة التسمية واحد هنا لا هنا الطرح الذهني يختلف هاي خطوات الطرح الذهني بعد أن يحفظ مكونات العشرة يعرف يحيل قطيكم مثال لاخ مثلا خلينا نقول خمسة واربعين ناقص سبعة وعشرين خلي نقول أيضا أباوع على آحد العدد الثاني السبعة أنويا من جمعته تطيمي ثلاثة العفو عشرة ويتلاثة شلو نقول خمسة واربعين زائد ثلاثة وسبعة وعشرين زائد ثلاثة زين أكونها أسويها عشرة كاملة السبعة وعشرين أسويها عشرة كاملة أريد العديد ثاني سوي عشر كاملة فيصير 30 زين 45 زائد 38 و 40 أطرح 8 ناقص 0 8 4 ناقص 3 1 طلع لي 18 هذا يسمون طرح الذهني أرجع عيد أباوع على أحد العدد الثاني السبعة و ياما جامعتها و تطلع لي عشر و يتلاثة إذن أجمع 45 و يتلاثة و أجمع 27 و يتلاثة و من ثم من يطلع الناتج أقوم بعملية الطرح هذا يسمون طرح الذهني إذن بيه خطوات الطرح الذهني بيه خطوات وجمع الذهني بيه خطوات يختلف عن الجمع العادي و الطرح العادي هذا شرحنا بالنسبة للجمع والطرح الذهني زيد اكوه شي يقولون يقولون يريد جمع المئات أيضا طلبو جمع المئات هذا جمع المئات موضوع هذا عدي موضوع جمع المئات طلبو قاله واشلون راح نعلم أولادنا جمع المئات كل السهل كل السهل هو جمع المئات شوي ويايا مثلا عندي ستة زائد ثلاثة ايش قد يساوي هاي هنا عدنا موضوع جمع المئات ستة زائد ثلاثة تسعة تعلي شو نقول ستة مئات زائد ثلاثة مئات ايش قد يساوي تسعة مئات من ثم واش اقول ستمية زائد ثلاثمية يعني احنا نرجع الحقائق العدد زين هنا احنا نرجع الى حقائق جمع ستمية زائد ثلاثمية شو قد يساوي لي ساوي لي تسعمية هذا جمع المئات قطيكم مثال لك مثلا اربعة زائد اربعة شو قد يساوي ثمانية مثل ما اقول اربعة مئات زائد اربعة مئات يساوي ثمانية مئات من ثم واش اقول اربعمية زائد اربعمية يساوي لي ثمانية هو هذا موضوعنا لجمع المئات وهذا الشرح معلته والحطوات قطيكم مثال لك نعطيكم ياهو وهناني يقول سبعة زائد اثنين سبعة تمرينه ومو مثال زائد اثنين يساوي لي تسعة ثم اش اقول سبعة مئات زائد اثنين مئات يساوي لي تسعة مئات زيان سبعة مئة زائد مئتين يساوي لي تسعة مئة هذا الجمع المئات زيان هس اش يريدون بعد طلبون عندي ايضا الانماط 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 العددية اولا نجي نعرف النمط النمط هو شنوه عبارة عن تتابع لاشكال او رموز او ارقام معينة وفق النظام معين وسمى قاعدة النمط زيان عيني قاعدة النمط عندنا لو نجي للمثال هنا عندنا مثلا يقول ولاحظ انه انماط الاعداد الحمراء ونلاحظ انماط الاعداد الزرقاء عنده هنا مية وواحد وعشرين مية واثنين وعشرين مية وثلاث وعشرين هنا تزداد الاعداد بمقدار واحد يعني فقط الاحد هي المتغيرة كانت واحد من ثم ساعة اثنين من ثم ساعة ثلاثة يعني تزداد بمقدار واحد في كل مرة اما لو نجي نباوه على الاعداد اللي هي باللون الاحمر ميتين وعشرين ميتين وثلاثين ميتين واربعين عندنا هنا الاعداد تزداد بمقدار عشرة في كل مرة يعني بس مرتبة العشرة هي المتغيرة مرات تزداد الاعداد بمقدار خمسة لو نجي نعلم الطالب يزيد خمسة خمسة مثلا عندي خمسة صابع ازودها خمسة صابع ثانية شا صير عشرة مثلا يجي والدي يخليهم خمسة يم ايدي شقد رح صير مستعاش وهكذا يتعلم الطالب يزود خمسة خمسة ازود اثنين اثنين عندي اثنين زودتها اثنين صارت اربعة زودتها اثنين ستة زودتها اثنين ثمانية وهكذا نقدر حتى نلعبوا يا اولادنا ونخلي الشرح الموضوع بمكان ما يكون شرح ممل ومزعج ويكون لعبة للطالب او الابني مثلا هنا يقول اصفوا النمط ثم اكتبوا العدد المفقود ادي ثلاثمية وعشرة ننتبه شوي صارت بعدين ثلاثمية وخمسة عش من ثم ثلاثمية وعشرين ثلاثمية وخمسة وعشرين ثلاثمية وثلاثين هاي اول وحدة هو حال هنا تزداد الاعداد بمقدار خمسة في كل مرة عشرة وراها صارت خمسة وراها عشرين وراها خمسة وعشرين من ثم ثلاثين اذا تزداد الاعداد بمقدار خمسة في كل مرة عدي هنا 127 137 147 157 167 ليش كتبت 167 لأن لو نجي نلاحظ التغيير التغيير فقط في مرتبة العشرات إذن بما أنه هي مرتبة العشرات صار التغيير بها إذن تزداد الأعداد نكتب إذن هنا تزداد الأعداد بمقدار 10 في كل مرة هنا 20 صارت 30 صارت 40 من ثم 50 إذن 167 إذن نخلينا 50 زيدناها 10 صارت 60 إذن تزداد الأعداد بمقدار 10 في كل مرة عدي هنا 120 صارت 220 وراها 320 من ثم 420 هنا شن المتغير مرتبة المئات نعم لأن الأحد والعشرات 0 و2 بس المئات المتغيرة إذن تزداد الأعداد بمقدار 100 في كل مرة 100 في كل مرة 420 520 620 إذن تزداد الأعداد بمقدار 100 في كل مرة أدي هذا العدد 232 234 إذن الأحد هنا دا يتغير 236 238 شرا حصن 240 242 إذن تزداد الأعداد بمقدار 2 في كل مرة 2 4 6 8 من ثم زيدناها 2 صارت 8 وكثرة 40 من ثم زيدناها 2 صارت 42 إذن الأحد هنا دا يتغير إذن تزداد الأعداد بمقدار 2 في كل مرة هنا هم نفس الحالة إذن 100 هنا يقول لي طيني بس وصف يعني يقول لي شنو الزايد 130 140 150 160 170 زين عيني 170 إذن هنا صاير تزداد نكتب لازم هو هذا أتحدث إحنا مع إذن لغو بس ما يخالف تزداد الأعداد الأعداد بمقدار شقيد قلنا ياهل متغير العشرات بمقدار تزداد الأعداد بمقدار عشرة في كل مرة هذا إحنا أصف النماط يعني نكتب تزداد الأعداد بمقدار عشرة في كل مرة بمقدار صارت 140 ثم 150 160 170 نقدر نضيف إلى بعد 10 180 هذه الألماط العددية إلى هنا إن شاء الله أقدرت أوصل الفكرة وشكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر